خذ بيدي هو اسم المبادرة التي أطلقها فريق سواعد التطوعي والتي تعنا بتوفير فرص التعليم للأطفال الأميين والأيتام والذين يعيلون أسرهم عبر معرض للكتب أقيم في منطقة الفاتح في إسطنبول ضم المعرض قسما كبيرا لكتب الأطفال باللغات العربية والتركية والإنجليزية وخصص ريعه لمن فقد حقه بالتعليم من أطفال سوريا كانت هي الفكرة من أطفال اللي عنا من ديدرسون بالقسم التعليمي كان كل يوم جمعه مخصص لقراءة قصة أو شيء بالنسبة للأطفال نقرأ لهم كل أسبوع فتواصلنا مع أخ عساس أنه بعثنا كمية من الكتب يستفادوا فيها لولاد الكمية كانت كثير كمية كبيرة حبينا نحن نعمل هذا المعرض البسيط اللي ريعه حيعود للأطفال اللي نحن مهتمين فيهم يليهنا الأطفال العمالة والأطفال أيتام والأطفال مقطعين على المدرسة يضم الفريق عددا من الخريجين والمعلمين الذين يشرفون على المسار التعليمي للأطفال وفقا لأعمارهم وقدراتهم وخاصة بعد انقطاع بعضهم عن الدراسة لمدة طويلة فضلا عن من لم يلتحق بها أصلا من قبل فيه تفاوت صراحة يعني فيه ناس منقطعين يعني صف خامس عام يجينا مثلا هو فعليا صف تاني كمستوى يعني في هذا الانقطاع بدنا نحن نحاول الرمم وقدر الإمكان حتى يقدر الطالب يعني يلتحق بمدرسة يكون بنفس المستوى اللي هو كان فيه يعني بقدر الإمكان حاول نحن بس الرمم هاي الصغرات اللي عند الطفل بالرغم من إمكانياتهم المحدودة يطمح الفريق إلى توفير فرصة الالتحاق بالمدارس لأكبر عدد ممكن من الأطفال السوريين عبر إقامة المعارض والأنشطة التي تسلط الضوء على مأساتهم المستمرة منذ سنين ليجد بعض أولئك الأطفال أنفسهم من جديد وربما للمرة الأولى على مقاعد الدراسة التي يحرموا منها وليكن ولو جزءا منهم في مكانه الطبيعي بعيدا عن أجواء العمل وثقة للمسؤولية لأوريانت نيوز سارة ليلى إسطنبول